السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبيبنا عاملين ايه انا النهاردة اول فيديو في قناة يوميات ام زياد وبنعنا على طلبكو طبعا انتو بتكتبولي كتير عايزين تشوفوا وصفات الاكل فالنهاردة ان شاء الله هنعمل عملتي يعني فراخمة شوية ورز بسماتي ولحمة محمرة وكفتة برز ومكرونة بشاميل ومش وسلطة ما تنسوش تدعموني تشجعوني وكتبولي في التعلات ايه راييوكو وتعالوا يلا نشوف الطريقة احنا عملنا ازاي الاكل ده كونات بتاعتنا عندي هنا الفرخ اللي هشتغل عليها وعندي هنا طمطماية وبصلاية قرنفلفل ديات علشان التدبيلة والتوابل بتاعتي الكمون والملح والفلفل الاسمر والبهارات وشوية بابريك انا بحط عمتا وورق لوري بحط جميع التوابل اللي عندي في تدبيلة الفراخ الفراخ طبعا انا بعمل الفتحات ديت علشان خاطر التوابل تخش فيها وتاخد الطعم بتاع اللي انا عايزاه وبسيبه في التلاجة ساعتين اه تدبل هنا بعد ما حطيت التوابل في الخلاط وفرمتها جيت حطيتها على الفرخة هدعكها كويس بالفرخة بتاعتي وحطها في التلاجة المدة ساعتين هدعكها كويس وطبعا الفتحات اللي انا فتحها ديت دخلها دخل التدبيلة فيها وما تزهقيش من كتر ما انت بتدعك في جسم الفرخة لان كل ده بيفيد الطعم في الاخ وتحط في الفتحات كويس كده اه زي ما انتو شايفين ونسيبها قل حاجة ساعتين لو عايزة تسيبها وقت تاني اكتر مش مشكلة مفيش مشكلة طبعا انت بتبقي مزبطة الملح والفلفل الاسمر والبهارات بتاعتي مزبطة كل حاجة يعني كل واحد حسب مزاجه في الطعم اللي هو بيحبه طبعا انا طلعت الفرخة من التلاجة ولفتها في الورق الحراري هدخلها في الفرن على درجة حرارة رمية نار هادية وهسيبها حوالي نص ساعة وهشوفها اذا كانت تستوت او محتاجة تاني طبعا بعرف هي استوت ازاي بجيب معلقة او سكينة احطها كده غريزها في الفرخة لو دخلت بالسولة بتبقى استوت طبعا ده ما بيدرش الفرخة في حاجة وهنحطها في الفرن ونرجعلكو تاني طلعناها من الفرن اذا ما هترككم شايفينها كده هي استوت هشيل الورق الحراري وهحطها على الفحم طبعا حبينا نستغل الفحم بعد ما خلصت شوي الفراغ طبعا حضركم كلكم عارفين سليق لحمة بيبقى ازاي بجيب حلة وبحط فيها لتر مية مع البهارات بتاعتي ملح في الفلسمر ورق لاوري حبهان شوية قرفة يعني طوبة اللي انتو بتحبيها وبنصلق لما المية بتغلي بنصلق اللحمة فيها بعد ما بتستوي طبعا انا طلعتها من الحلة بس انا ما صورتش جزء بتاع السليل حضركم كلكم عارفين سليق اللحم طلعت اللحمة بعد ما سلقتها عملتها تدبالة سريعة كده وقلت استغل الفحم ان انا جبت طمط مية على بصليز هنانا على قرمي فلفل صغير على شوية بهارات ملح وفلفل وكمون فلفل اسمر ضربتهم في الخلاط وحطتهم في اللحمة كلها وروح تركناهم في التلاج عبال ما جي وقت الشوية خلصت الفراغ كلها وروح تحطهم على الشبكة وبالهنة والشفة دلوقتي طبعا هنعمل اللحمة هنستجح عشان المكارونا البشاميل انا قطعت هنا بصلاية وطبعا فقطعتها وتقطيع زغير مع فلفل الوان يعني واخد لون اخضر احمر من كل ايه ارني حتة كده بتدي طعم وراح حلوة وحمرهم وابدأ بقى احط اللحمة اقلب اللحمة ودي التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسمر وكمون وبابريكا وقرفة بس انا احطهم طبعا على بعض علشان الاستعجال علشان العزومة يعني بعمل حاجات كتيرة والواحدة فعايزة اخلص برضو هنقلبهم وهتستوي عندي هنا حطيت ثلاث معالق زبدة كبار بحب استعمل استمنى البلدي فحطيت زبدة ثلاث معالق وحطيت زي ما حضركم شايفين كده وحط خمس معالق دقيق دي كده لصنية المقارون البشاميل اللي انا هعمله خمس معالق هنقلبهم كويس طبعا ما ينفعش يقسيب الدقيق وروح كده ولا كده او حاجة الخمي لازم ان افضل بالتقليم مستمر كده عشان دقيق ما يكلكعش مني هنقلبه لغاية ما يصفر بيبقى لونه كده يعني مش هقولك دهبي عشان هو ما بيبقاش دهبي بيقلم الدهبي بياخد لون كده حلو خفيف هبدأ احط اللبن طبعا مع التقليب المستمر طبعا بحط حبة بحبة عشان ما يكلكعش مني عجن البشاميلة طبعا هو بيبقى متعب شوية في التقليب بتاعه صعب بس مش مشكلة اهم حاجة النتيجة في الاخر مع التقليب المستمر اهم حاجة زي ما حضركم شايفينه احط كيلو لبن كده يبقى البشاميلة بتاعي خد خمس معالق دي على ثلاثة معالق سمنة كبار على كيلو لبن ده طبعا شكل البشاميلة بعد ما خلص طبعا منعرف في وسطه ازاي من البكباجة اللي في ديت وما ننساش ان كل الخطوات اللي انا بعملها للبشاميلة ديت على نار هادي عشان ما يتحريش البشاميلة مني نبدأ بقى هنا نجيب الصينية بتاعتي هنعوزها زبدة زي ما حضركم شايفين هبدأ اجيب المكارونة احط البشاميلة جزء منه حوالي ثلاث معالق كبار او اربعة على المكارونة نفسها واقلبها بحيث ان تعمل البشاميلة يبقى في المكارونة كلها هبدأ احط نص المكارونة في الصينية نص الكمية هجيب اللحمة بتاعتي هفضيها وهوزحها في الصينية كلها دي الطبقة التانية من صينية المكارونة هده ما حضركم شايفين اوزحها كده هجيب بقية المكارونة بتاعتي واروح مفضيها وهوزحها بردك في الصينية هبدأ اجيب البشاميلة بتاعي هحطه على وش الصينية وهوزعه وهسوي الصينية وهبدأ ادخلها الفرن على درجة حرارة 150 وبالهنة والشفل اللي يأكلها هنعمل الرز البسمتي احنا قطعنا هنا بصلايا كبيرة وحطينا عليهم علاقتين زبدة كبار ودي طمط مية صغيرة طبعا هم قطعهم جاهزة ودي التوابل ملح وفلفلسمر وكمون وكاري وكركم ورق لوري قلب البصلايا تقليبة لغاية ما البصلايا تتفر معي تبقى لونها دهب خفيف زي ما حضراتكم شايفين ده لون البصلايا بعد ما حمرتها حط الطمط مية اقلبها حط التوابل بتاعتي اقلبها كده بالشكل حضراتكم شايفينه ده الرز بتاعي رز البسمتي انا حطيته في المية نص ساعة نقعته وخسلته كويس ونظفته حطيته على البصلايا زي ما حضراتكم شايفين هقلبه طبعا كمية الشربة اللي انا حطيتها على زي ما حضراتكم شايفين كده يضبك مغطية الرز زي اي رز عادي علشان خطر انا كده كده نقعيه هيقعد على النار حوالي ربع ساعة او تلت ساعة بكتير مش هزيد عن كده هنا هنعمل الكفتة المرز انا حطيت معلقتين زبدة وحطيت طوم اربع فسوس طوم مفرومين حطيتها وقلبته كده هشوحوا لغاية ما اللون الطوم تسفر طبعا انا عندي هنا الطماطم كانت عندي موجودة في الفريزر انا طلعتها فكت فكت شوية وحطها ونستعملها عادي يعني في برضك ناس بتحب تغزن القوطة والطماطم والخضار والحاجات دي في الفريزر بحيث ان يعني ما يكونوا محتاجين الحاجات دي يطلقها عادي فيش مشكلة حطيت القوطة زي ما قلتلكم ان القوطة متلجة طوابل ملح في الفلسمر كمون بهارات طبعا انا حط البهارات وهقلب القوطة كويس زي ما حضرتكم شايفين كده طبعا ما تقولوش بقى دي القوطة متلجة دي فيها مية كلام ده كل ده ما فيوش اي حاجة القوطة تتسبك وهتشوفها دلوقتي وهتبقى جميلة ومسكرة وما فياش اي ضرر تسبك على طول وما فياش اي ضرر طعمها حلو جميل طبعا زي ما انتم شايفين ده شكل القوطة بعد ما تسبكت شكلها جميل جدا ما فياش اي مشكلة حطيت الشربة حوالي لتر شربة تغلي على النار زي ما حضرتكم شايفين كده هبدأ بقى اجيب الكفتة بتاعتي شفتوا شكل الكفتة بتاعتي وانا محمرها علشان ما تفكش مني يعني انا زبتة كل حاجة فيها وهورها لكم بردك ان شاء الله في التقديم كده السوى بتاعها هياخد حوالي ربع ساعة النور مش هتبقى وكده نكون خلصنا العزومة بتاعتنا لعيلتنا يا رب الاكل يعجبهم وطريقتي تعجبكم وهنتظر رأيكم وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة علشان اقدر استمر وتشجعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا